مرحبا أصدقائي إن شاء الله تكونوا بخير وصلنا بالحديث للإستقصاءات يتجاك مريض لفل نفرض عمر 50 سنة مدخن يشكو من السعال مستمر من فترة عدة أسابيع من الأول أسباب السعال ستجد فيه أسباب مثلا مريض ضغط شرياني ويأخذ من مركبات الأيس مركبات الأيس ستسبب سعال جاف هذا الشيء شائع جداً طيب بس أو مهما كان حتى لو كان فيه شك إن هو يأخذ أيس لازم تتبلش بالإستقصاءات البسيطة الصورة صدر بسيطة على الأقل على صوت الصدر شفت كثافة مشككة شو الخطوة اللي بعدها عندك صورة سابقة جب ليها خليني أقارن أوكي هذا هام جداً بعدها انتصار عندك شك إنه فيه ماس ممكن تكون كانسر مثلاً الخطوة اللي بعدها رح نلجأ إلى التشخيص نسيجيين رح نشوف شوي هاي القاعدة عامة بالأورام عندك تشوف الورم فالنفروض بالصدر صوت صدر بسيطة شفت بالأول بأورام اللي قدر نفاوي شتن على الإيكو شكيت الخطوة اللي بعدها تشخيص نسيجي تاخد خزعة رح يروف فالنفروض على التنظير القصبي طبعاً إذا كان الورم هاي الرئة الجميلة إذا كان الورم توضع مركزي فلاحظ هون القصبات بالتنظير تاخد خزعة إذا كان محيطي بالأبرة صح بتوجيه سيتي أو الإيكو المهم أخذت نسيجيين شفتوا بالمنشر عرفت شو نوع النسيجي بعد شو نعمل انحدد المرحلة كيف نطلب تصوير للجسم خسب الأورام اللي بتوفر غالما هو سيتي سكان مع حقاً وهون أذكرك إذا كتشك بشيء ثاني أو ورمي تطلب كونتراست شاكك بنزف ما في داعي للكونتراست شاكك بحصية ما في داعي للكونتراست ماشي أنا نحط مبادع طيب طلبنا الصور الأول بالتشيص النسيجي ذاكرك وهون الأورام المركزية بالتنظير القصبي تاخد خزعة الأورام المحيطية بتوجيه سيتي أو الإيكو يعني الأمر جداً منطقي يعني فلنفرض الورم توضع بهذا المستوى هذه القصدات الورم بهذا المستوى أو حتى هذا الورم يعتبر نسبيه المركزي فأنت عم تفوت بالتنظير هيك أو هيك عم توصل له بينما إذا كان جداً محيطي مثل هذا الورم لاحظ فأنت هون بالقبرة من الخارج بتوجيه سيتي أو الإيكو في تاخد خزعة هذا الكلام بهذا المستوى الاختلاط المتوقع أنه مثل ركس رح الصدرية هذا الكلام عام مجرد أنك تفهمه بكفي أم يذكر لك أنه مرضى السي أو بي دي ممكن يصير عنده سوف ترى بعد ناخده كيف سيصير منظر الرئاء أنه هون المعرضين أكثر للإسترواح ماشي إذا لم يرضى عنده سائل جنب ممكن نبزل الجنب ناخد ركس عامل الجنب كلام عام ما توجع راسك شوف هذه الفكرة بس أنا أحاول أمعرك على الاستخصاءات تنظير الصدر يفيد عبرها ممكن شوف تنظير البطن لما كنت تشوف استقصال المرارة كيف كان يفوته بالناظر صح؟ نفس الشي بالصدر بنفوت بالمنظر ونشوف كيف نشوف فيديو شوف كيف مثلا هذا المريض ونحاول ندخل بالناظر نفس مبدأ تنظير البطن هذا الاستخصاء اسمه تنظير الصدر ثوراكوسكوبي نفسه فيه اسمه فاتس ستسمع فاتس فيديو أسستيد ثوراكوسكوبي تنظير الصدر بالفيديو نفس الفكرة هو نفسه يعني أقصد هذا الاستخصاء ستسمع نفسه بها الاسم أو بها الاسم شوف ثوراكوسكوبي ونعم يا حق نحن هنا من الداخل نحن من جوف الصدر يعطي كيف عم يدخل هذه الريئة عم تتحرك مثل تنظير البطن تماما هذا تنظير الصدر منطقة جدا يفوت بين الأوراب وبالتالي هذه الاستخصاءات أخذت فكرة عنها تنظير الصدر الفاتس ثوراكوسكوبي يعني فيديو أسستيد ثوراكوسكوبي أخذت نظرة ما عن التنظير الصدر ماشي بعدا ممكن ناخد خزع طبعا هنا كلك شو عم نعمل التشخيص وأنا عمي كيك على عقود الفويل أحكي لك عنه بعد شوية ومعنى هم الأول صورة بسيطة وبعدين الخزع أما بالتنظير القصدبي بكان المركزي وإذا محيطي عم أخذ بالأبرى طيب أو ممكن تنظير الصدري فيديو أسستيد هلا أنا بعد ما أخذت الخزع ودراست بالتشريح المرضي وجدتنا في الفروض سيقويموس سيل كارسونما وبعدها بدي أحدد الورم لأين مصل راح أطلب سيتي سكان صدر بطن حوط بالدرجة الأولى مثلا فذاكرك هون الورم صغير للخلايا سيقويموس سيل كارسونما يعطينا قاعد مبكرا وما راح نعمل عمل جراحي غير صغير ممكن نحدد المراحل بالتنم منطقي سيتي سكان أوكي والسيتي مع حقا طيب هلا هون إذا بتذكر مبارح كنا بالعلاج أنه بدنا نعرف هذه الرئتين حجم الورام إذا موصل للعقاد اللينفاوية وإذا لا لأنه كثير تفرق باخطط العلاج العقاد اللينفاوية لذلك بدنا نعرف وضع العقاد اللينفاوية من الوسائل التي يمكن نعتمدها ذلك لك هذا الاستقصاء استخدام الأمواج فوق الصوتي عبر القصبات أو تنظير المنصف تنظير المنصف ماذا هدو؟ باختصار نحن هم بالقصبات عم يفوت بالإيكو لحد بمثبار صغير عم يعمل لك وشوف وضع العقد باختصار شديد بعدها ياخد من الخزعة بعدها ياخد من الخزعة راح اتركوكم روابط الفيديوهات فيها حبيتو تشاهوه بشكل كامل ياخد من الخزعة هذا الابوس ابوس استخدام الأمواج فوق الصوتية عبر القصبات عملنا تنظير صدر فتت بالمنظار بالصدر في تنظير المنصف بيدخل منها المستوى بريتركيا بيفوت من هون لنظر المنصف بوصل للعقدة اللينفاوية بالمنصف لماذا لمن العقدة اللينفاوية بالمنصف هي بهذه المستوى فأنتم تفوت بالإيكو عبر الرغامة والقصبات وتاخد خزعة أو تعمل تنظير المنصف تفوت من الخارج توصل للعقدة اللينفاوية بس أنا أحاول أعطيك فكرة عن الاستخصاءات المذكورة إذا كانت العقدة اللينفاوية بمستوى سفلي ممكن يفوت بتنظير المري ناخد خزعة هل هذا الشيء بيهمك لبطني؟ الجواب لا بس حتى تسمع لما تدرس انت بعيدين صدرية تعرف شو أنتنكر أمامك ماشي البيت سكان اللي هو تصوير بألوان مثل هذا بس بيعطيك بوزيتروني مثل هذه الصورة يساعدك على اكتشاف النقال شكيت بنقال عظمية ممكن أعمل تصوير مضانر للعظام بس هذا باختصار شديد البطن ممكن أعمل طبقي صدر بطن حوض أو أعمل إيكولي الكبد مثلا إذا كتشاكك بنقال الكبدية بس حدثت المرحلة بعدها بعالج طيب هون ذاك حطتك صورة كأشكال ترسيمية توضع السرطان على صورة الصدر أنا راح هذا كشكل ترسيمي بس أنا براية مرة على الصور أفضل راح أعرض لهم كم صورة وأترك كصور الحالات أعرض بفيديو منفصل كفيديو أشعة شوف هذه الصورة أنت تقراها نفس اللي سلوبر تعلمنا عليه بس لاحظ بها المستوى فيها عندي كثافة مش هو وكتر حوقف بها المستوى على صورة CT سكان لاحظ بها المستوى عندي ماس محيطية أخذ خزع من بتوجيه CT أو الإيكو بيطلع معي مثلا ورام فلاني شوف مثلا هذا CT سكان هاي مارضة عمره 80 سنة تشكو من سعال مستمر أخذت صورة حيوية ماسلة جابت لاحظ حاليا في عندي هات الجراند غلاس تلك هذا الشباك اللي مغبش صح شوف شوف عندي كثافة بها المستوى وكأنه متكهيفة عندي كثافة متكهيفة هاي تعبر عن أدنو كارسينوما لاحظ صورة الطبقي الآخر الكثافة عندي يهر بها المستوى شوف عندي عقدة لنفاوية سر ريئة صح عندي عقدة لنفاوية في سر ريئة أنا شارح الطبقي بالتفصيل إذا حبيت تعرف المكونات شوف عندي هاي سطور الأخرى لما يرضى عمره 70 سنة إذا بتلاحظ طبعاً نفس التكنيك اللي اتبعناها بقراءة الصور إذا تلاحظ شوف عندي هاي تليورات تتماشى مع C.O.P.D Hyper Inflated Lung شوف المسافة بين الأطلاع كثير متوسعة تسطع الحجاب في عندي زباب جنب أيسر عندي ماس مشوكة الحرف بمستوى صورة الرئية اليسرى أوكي؟ تمثل العبارة عن صرطة أصغبي شوف هاي الحالة الأخرى مريض عمره 61 سنة يشكون من اختلاجات منطقيين هتطلب CT Scan عند جايك على الإسعاف رتطلب من دون حقن من دون Contrast إذا بتلاحظ شوف شوف عندي هاي الآفة بها المستوى طلبة CT Scan مع حقن شوف كيف صار المنظر هاي مع حقن With Contrast لاحظ كيف العزز الحقن عندي هاي الماس وعندي إديمة حوالين هاي الماس رح نيك إن شاء الله ستتسيب عن عصبية أوكي؟ طيب أنا شكيت يا ترى هذا ورم بدئي بالدماغ يا ترى نقيلا رح عبنش أستقصي الصورة البسيطة له المريض اذا بتلاحظ شوف عندي كثافة محيطية وعندي كثافة خلف ظل القلب صح؟ امتنى هون مكتر واضحة عليك رح ناخد CT Scan شوف CT Scan عندي هاي الكثافة المحيطية صح؟ وعندي بها المستوى الماس ممكن يكون هاي نقيلا لهذا الماس الأساسي هذا الورم جدي ستتخلف ظل القلب ستسألني شو هاي الخطوط هدرت الشاح الورم هاي المسافات بين الفصيصات متكثفة هدرت الشاح الورم ضمن الطرق اللنفاوية اسمه Carcinomatosis lymphangitis Carcinomatosis lymphangitis اتفقنا؟ هاي النافذ اسم نافذة رئوية لاحظ الرئتين واضحين بينما هاي النافذ اسم نافذة منصفية مدياستعنو ليش لانه الرئة السودة محروقة صح؟ ماشي ولو اساسيات بس خلينا نذكر مع بعض هاي الماس اذ كلمنا عنا وعندي بها المستوى عقد لنفاوية تحت الكارنة بها المستوى عندي عقد لنفاوية ماشي شوي شوي عيون عم تتعود عم نزيد تشوف عم نقرة طبقي ماشي فانا بعد ما طلبت اول شي صرت الصدر بعدين اخذت البييوبسي أعرفتك التشخيص النسيجي مثل مثل سيكوية مستوى الكارسونومة أو سموال سيكوية مستوى الكارسونومة هانا في السيكوية مستوى الكارسونومة ستطلب CT scan أعرف مع مادة With contrast صدر بطن hold ما تطلب CT بالصدر أطلب لكل شيء اعرض لما تدلع الأشعة فأطلب كل شيء حتى تتوف صدر بطن hold أعرفت عنواني مستوى فيه نقاء بعيدة ولا لا فيه نقاء الكبي دية ولا لا وضع العقد اللينفاوية ممكن تندرس بالإي بيو أس الإيكو عبر التنظير أو عبر المريء ممكن ناخد خزعة أو تنظير المنصف هذا الكلام اختصاصي آخر عددت المرحلة بعدها بعالج مثلما تكلامنا بعالح هون عم يعطيكي الإنذار حسب كل مرحلة وقديش في البوقيع في فيلم اسمه The Professor جولي داب أول ما يبدأ الفيلم بأن الطبيب يقول أنت معك لين كانسر معك ستة أشهر حتى تعيش الفكرة حلوة لكن الفيلم الباقي سيخيف لكن الفكرة الحلوة أنه ما سيقوم بوقت المتبقي أوكي بالتنظير والإنذار مثلما تكلمنا مبارحة باختصار شديد عندي سمول سيل كارسونومة علاج كيميائي وشوع عالي هذا النصف ما عدا شعيع الدماغ والقائن خلصنا منه أما الأورام المتبقية فبهالمستوى إذا كان في عندي انصباب جنب ورمي لا ما في جراحة إذا كان في إصابة عقدة لنفاوية منصفية بالجزء المقابل ما في جراحة إذا كان في قريب من المنصف جدا والأوعية الكبيرة ما في جراحة هذا هو الكلام بهالمستوى إذا بنتي أعمل جراحة لهالورام بعده بشوف على حسب حجمه إذا في عقدة لنفاوية أعطي علاج شعاعي أو كيميائي بعده هنا ذكر لك كلمة صغيرة حلوة إذا كان في إصداد أجواف علوي أو نفذ متكرر آلام جدار صدر أو نقاء المعينة ممكن نستعمل علاج شعاعي أوكي؟ إن نقاء العظمية مثلا مؤلمة ممكن نستعمل علاج شعاعي هذه بالأورام كثير بتشوفها هنا ذكر لك على المشاركات يتم بزل انصبها بالجنب الخبيث عند المرضى العرضيين مع إثاق الجنب انصبها بالجنب الأورام ستشوف أن المرض يأتي كل عشرة تياه تعمل بزل تفرغ كميات كبيرة كل عشرة تياه مثلا فهو يمكن يعملوا تفريغ بزل انصبها بالجنب وريقات الجنب هيريئة مثلا وريقات الجنب يعملوا إثاق يحطوا مادم تترسكني يعملوا إثاق لحتى ما يتركم ساة المرة أخرى ماشي هون كلام نفس الشي لأنذار ما لك علاقة بالأرقام ما لك علاقة بها الكلام يختصوا على شديد أورام أخرى أورام سلطاوية الكارسينويد في جسم الكارسينويد تيونور وأورام الخلايا العصبية الغدية نيرو اندوكراين سيل موجودة بظهارة القصبات الجهاز الهضمي بالجهاز الهضمي مثلا ينشأ على حسابه تتكاثر وإنشأ على حسابه ورام اسمه الورام السلطاوي الكارسينويد تيونور لهنا نحن بالتفقين تجمع الخلايا الشكل لك ورام هذا الورام يفرز مواد مثل الهستامين السروتونين الهستامين يعمل لك ترسع وعاية منك هذا التوخج تقبط قصبي ممكن يعمل لك إسهالات هذه المواد تعمل لك إسهالات مثلا وبالتالي أنت عندك بهال مستوى هاي لأس عندك مجموعة عراض إضافة للورام اسمه كارسينويد السندروم معنى الورام هو الكارسينويد لما يفرز مواد وشكل لك مظاهر اسمه تناظر متلازمة سرطاوية بس أشيء مكان لتشكل هو الأمعاء الدقيقة بالجراحة العامة بيحبوا يسألوا هذا الشيء أورام رئة ثانوية يعني أنت عندك الورام بمكان معين ويعطي نقائل رئوية كثير تشوف هذا الشيء كثير تشوف هذا الشيء المنضات التدي مثلا الكيلية كثير تشوف أنه فيه نقائل رئوية انتبه لهذا الشيء أورام المنصف هاي أكثر شيء تشوفه مثلا بالأطفال هون ذكر لك الأورام وبمقابلات الأشعاب يحبوا يسألوك النولان يوروبلاستومة بالمنصف الخلفي مثلا الثايمومة بالمنصف العلوي مثلا ثيراتومة منصف أمامي رح أعرض صورة إن شاء الله على صفحة الفيسبوك مع كيسات صغيرة لحتى الوقت إذن الفيديو ما يكون طويل هذا باختصار شديد ملاحظة أخيرة قبل ما أختم بالفيديو السابق فيديو التي بي اتكلمنا عن العلاج الويطائي للسن كانوا هارضة غير عرضيين صورة صدر طبيعية ما فيه عراض اختبار السلين إيجابي كنا نعطي إلاج وقائي صح؟ ليس كورس كامل واتفقنا لذلك تحت 16 سنة اختبار السلين إيجابي بقوة شوفهون الأطفال تحت عمره العامين إيجابيه مسحة لا الطفل عمره أقل من سنتين لما يخالط شخص هذا الشخص هو المسحته إيجابيه القشع إيجابي هذا الطفل نعطيه إلاج وقائي ليس الطفل هو اللي مسحته إيجابيه أنا الترجمة خطأ أنا مشت مع الترجمة أنا آسف هذا خطأي الطفل اختلق مع شخص مسحته إيجابيه نعطيه الطفل إلاج وقائي لأنه إذا مسحته إيجابيه ما تعطيه عنده سلفة أحد صح لنعطيه إلاج وبالتالي هذا هو الوقائي وأكد لك كلامي بالإنجليز يشوف أطفال يتصل على تماس مع ناس لديهم المسحته إيجابيه بس هذا بإقتصار شكرا حلال نبهتنا على النقطة إذا فيه أي شيء سؤال أو شيء مواضح اكتبوا لي بس إن شاء الله كان فيديو مفيد شوفكم إن شاء الله فيديو جديد سلام شكرا